السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع عساكم طيبين يا رب العالمين طمنوني عليكم كيف صحتكم إن شاء الله بخير وإن شاء الله نشوفكم في أحسن حال طبعا يا بنات اليوم عنوان الفيديو ملقادم في طريقي عاطفيا ومواصفات الشريكة الحياة يعني إيش رح يكمين الشخص هذا وكيف بتم اللقاء ووينه وإيش نوع العلاقة اللي رح تكون تمام رح نحدد كل شي بالتواريخ طبعا كل ما عليك إنك فقط تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد كما إنه بالنسبة لا إله الله محمد رسول الله الاختيار بحسب الحجر لون الحجر أو حسب الحروف اللون الأبيض قراءة أولى واللون البني كقراءة ثانية والله يكتب لكم الخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشوف حالكم وأحوالكم وكل في بالكم ملقادم في طريق الشخص اللي في حياتك إن شاء الله ومن يكون توأم روحك توأم روحك معجبك السري شخص معجب سري في بينكم اختلافات يا حبيبتي في بينكم شوية اختلافات يمكن عرقية يعني هو أنت أبي بيضاء البشرة هو أسمر اللون أهلك معارضين يمكن قاعد تحسي إنه العلاقة شوية بتكون يمكن فيها رفض من بعض الأهالي أهلك أو أهله الشخص هذا اللي رح يتقدم لك رح يكون إنسان من معارفك معجب سري أو هو أصل أردي يحبك ومعجب فيك لكن أنتم في علاقة بس ما قاعد تتم لكم يمكن أو إنه معجب سري أو أنتم متفارقين بس الشخص هذا قاعد يراقبك لأنه أنا شايفة في مراقبة كبيرة من طرف هذا الشخص يحبك توأم روحك مواصفات اللي تحبيها موجودة في ذاك الشخص لكنك قاعدة تنتظرين قاعدة تحترقين على نار هادية وقاعدة تشوفي نفسك مش مرتاحة أنا أبغى أدخل في هذه العلاقة بس المشكلة أني أدور على رضاء الأهل أو أبحث عن التوازن مشكلتك هنا يمكن فيه ظروف أقوى من اللازم يعني فيه ظروف مسيطرة على العلاقة أو أنه هذا الشخص خايف أنه يتقدم لك بحكم الظروف اللي عنده بحكم المسافات اللي عنده أتوقع أنكم هو في بلد وأنتي في بلد بالنسبة للناس كمعجب سري هذا الشخص يقدر يكون أنه قاعد يراقبك على السوشيل ميديا وبالنسبة للناس اللي معجبها السري موجود موجود في مكان عملك يراقبك زميلك في العمل في الدراسة في نفس العائلة قاعدة شوف بس فيه اختلافات طيب الشخص هذا أنت قاعدة تنتظرينه وهو قاعد ينتظرك كل واحد منكم يعني يلمح للثاني بمدى الإعجاب ودرجة الإعجاب لكن المشكلة أنه قاعدين تحسوا الموضوع شوي بعيد زي ما قلت لكم بحكم الظروف بحكم لا توازن اللي عايشينها في حياتكم في شوية ضغط يمكن من الأهالي أو أنه اختلافات بينكم طيب الناس أصحاب المجموعة هذه طبعا لأنه الألاف يشاهدون القراءة الأولى فأنا ما أقدر أحصرها وكل واحد طريقة عيشة وكل واحد بيئة الاشتماعية لكن أنا اللي بقول لكم هنا أنه الشخص هذا موجود في حياتكم هذا إيش بغطيكم أنا أسمر البشرة أو حمطي يميل إلى السمرة الخفيفة والشخص هذا قاعد يحترق ويموت بالغيرة والانتظار ويبي أنه يكون بينكم ارتباط بس مش عارف كيف للبعض منكم يقدر يكون هذا الشخص دخلتم معاه في علاقة وانفصلتم بسبب بعض الظروف أنت هذا الشخص رح تتزوجي غصبا عن أبو الظروف رح توصلين له غصبا عن أم الظروف تمام تعبان الفترة هذه مشتاقة لهذا الشخص تحترقين بنار الغيرة تابعين أنه يكون في بينكم تواصل بس مش قادرين أوكي يقدر زي ما قلت لأنه هو معجب سري فين البعض منكم يعني هو معجب صحيح معجب وفيش أشخاص لا موجودة انتم قردي في علاقة قبل ثم انفصلتم هو قاعد يراقبك هو ماسك في المراقبة هو قاعد يسمع صوتك أو يشوف وجهك أو يراقب تصرفاتك ولكن ما بيد حيلة يمكن الظروف أقوى من الحب ولكن إذا كان شخص يحبك فرغم الظروف أنا أحبك تمام في توازنات يمكن في إصلاح بعض الأمور أحسك تايحة شوي الفترة هذي مش عارفة تاخذين قرار مش عارفة إش تسوين أنت في طاقة انتظار يا حبيبتي أنت في طاقة انتظار الآن تمام عندك خط سفرة ماسك خط سفرة صاحبة هذه القراءة أو عندك تغييرات كبيرة في حياتك يمكن إنها تغييرات كبيرة في حياتك وللناس اللي بتسافر تراكي بتسافرين يمكن بعد أسبوع أو بعد 17 يوم أو بعد 27 يوم أو شهر سبعة عندكم سفر للناس اللي تدور على سفر وتغيير مكان يمكن السفر هذا رح يخلي إذا كان فيه انفصال فيه رجوع بإذن الواحد الأحد لا إله الله الله محمد رسول الله بس حاربي عشان هذا الحب شخص هذا يحبك يحبك أنا شوف عندك عرض زواج من هذا الشخص شوفوا أنا هنا مش رح يطلع لمواصفات للأمانة لأنه شخص هذا موجود في حياتكم يعني في هذه القراءة بالنسبة للناس إذا تشوفها القراءة ما تطابقت معاك يمكن الطاقة مواصفاتك هنا غيري المجموعة بس أنا أقول أنه أنت موجود وتعرفي الشخص هذا فما يحتاج أن يعطيك مواصفات أوكي طيب عندكم زواج حبيبتي عندكم زواج فرصة الزواج والصلح لمن نعم الصلح الاستشفاء إذا كانت عندكم كسرة قلب أو تعب أو قلق أو مشاكل أو أي ظروف كانت بتتصلح وتتعوض وتمجبر الخواطر بينكم بتمسكون زمام الأمور والناس اللي رافضة بتقبل والناس اللي جاء ضدكم بتكون معاكم وربي راح يفتحها في وجوهكم بالخير والبركة واليمن والسعادة تفائلوا بالخير تجدوه على قول الرسول عليه الصلاة والسلام خليكي إنسانة متفائلة تفائلوا بالخير تجدوه في حب بتتزوج عن حب صاحبة المجموعة رقم واحد الردي بتتزوج عن حب شفتي الشخص هذا يحبك يموت فيك مهما كان مهما كان البعد ومهما كان الانفصال وإذا كان هو معجب سري يعني بينكم مسافة بينكم قلة الكلام يجيكي ويبادر أوكي أنا قسمت المجموعة هذي كأنه على فرعين للناس المنفصلين وللناس المعجبين سريا فإذا كان عندكم معجب سري وما كنت سبق أنك توصلت معاه وتكلمت معاه بيتكلم والمشاعر متبادلة يكون كراش ويكون معجب سري يعني أنت تحبيه وهو يحبك لكن ما في بينكم قلة وبالنسبة للناس المنفصلين ترى هذا الشخص قاعد يراقبك وانتي تراقبين والإحساس متبادل ويوجد عندكم تخاطر في يعني في طاقة كذا بينك وبين هذا الشخص فعلاً فعلاً تراً يحبك أوكي المعجبين المعجب السري تحتاج العلاقة إلى بعض الإصلاحات والثقة بالنسبة أنا أعطيكم الاثنين إذا كنت معجب سري أو إذا هذا الشخص معجبك السري فالعلاقة تحتاج إلى التواصل التعارف الثقة التفاهم الوضوح بالنسبة للناس المنفصلين العلاقة تحتاج إلى الثقة الوضوح الاحترام والصدق تمام؟ فهمتموني أنا شكصد أتوقع لا إله الله محمد رسول الله في بينكم كانت أو ما زالت للعرقي الموجودة لكن بتتصلح بتتصلح بيكون عندكم استقرار تشهد استقرار حياتكم يمكن للكثير منكم هنا صحيح فكيو غيليجيو في عندكم تدفعون ضرائب الاختلافات اللي بينكم بينه بالبعد بالتعب بالرفض برفض الأهل بالظروف لكن توصلوا مهما كانت الظروف بتوصلوا من بعض فكيو غيليجيو فكيو غيليجيو في تفاهم رح يكون في ألفة أنتم بتوأم روح أنتم بتوأم روح ولو كنتم بتوأم شعلة صيرون توأم روح بالمسافة يعني تحصل مشاكل تحطون بريك للعلاقة ما أدي تسوون وضعية ظروف المهم بتتتحول يمكن أنكم بتتزوجون سبحان الله بتتتحول للأمور لأن المحبة موجودة والثقة لازم أنها تكون موجودة والاحترام لازم أنها يكون موجود عشان تستقرر العلاقة هذه وتوقفون ضد الناس لما حبت لكم الخير أوكي طيب خلينا نشوف بطاروت الغجر قبل ما نكمل القراءة لا إله أل الله العلاقة أو العلاقة هذه تحتاج إلى صبر منكم صبر قصير جدا لأنه يمكن في مساءل عالقة أو راق أو حاجة عالقة هناك إن شاء الله انفراجات فترة هذه مش فاهمين نفسكم أو مش فاهمين مصير العلاقة وين رايحة حبيبك يمكن قاعد يراقبك في الظلام يراقبك وتراقبين في الظلام أوكي بينكم مسافات طيب تحبوه بعض الحب موجود فيه فيه وعد بالرجوع والاستقرار فيه وعد بالرجوع والاستقرار وكارت العربة بإذن الواحد الأحد رح يكون عندكم فرصة ارتباط رسمي مع هذا الشخص الله يكتب لكم الخير يا بنات الله يسرتكم يوفقكم طبعا خلصنا القراءة رقم واحد لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وخلينا ناخذ القراءة رقم القراءة رقم 2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مجموعة رقم 2 خلينا تشوف حالكم واحوالكم وكل من ستتزوجون من سيكون نصيبك او شريك حياتك من سيكون من هو مواصفات هذا الشخص متعطل شوي صاحبة هذه القراءة حول ورقوة الله شوفوا اش طال عندكم اش طال عندكم طال عندكم شي معطل شي معطل انتم في استراع مع المجتمع او المحيط العائلي انت في ضغط يا مجموعة رقم 1 ودك تفتح قسمة نصيبك ودك تتيسر امورك ودك انك تتزوج انك تستقر انك تحب نفسك والحياة بس مش قالب قاعد تحس نفسك مربط قاعد تحس نفسك مربط صح ولا لا في عمل شيطاني هنا او انه الاشخاص اللي تقدمو لك ما لقيتهم في المستوى المطلوب يعني ناس تبي جنس وتبي علاقات غير رسمية وهذا الشي مرزعجك نزعوج على نفسك يا مجموعة رقم 2 تعبان جدا ما في الا الناس اللي تتمصلح هل سيكون عندك شريك حياة من سيكون ومواصفاته من طيب اسمعوني صراحة بصراحة انا شايفة انه صاحب لهذه القراءة لا تريد ان تتزوج من نفس البيئة اللي هي عايشة فيها لا تريد ان تتزوج من البيئة اللي هي عايشة فيها ظلموك واذوك وحقوا عنك قدامك وراك في اسحار في طاقة امرأة طاقة سحر في امرأة ما تحب لكم الخير في مرأة تسعى الى تدمير حياتك وتعطيل وعرقلة امورك يوجد امرأة ساحرة لا تحب لك الخير تريد تدمير حياتك لما تشوفك سعيد تقوم تسوي شيء عشان تعطلك امورك لا حول ولا قوة تألا بالله العليا عظيم طيب خلينا ندخل في التفاصيل احنا مو هذا العنوان الفيديو لكن طالعلي يعني ما اقدر اني اشيل الاوراق لانه اوراق يمكن انها رسالة لك الان وانت لا تعرف طيب بالنسبة للناس بالنسبة للناس اللي ما تشتغل روح دور على شغل لانه من ذاك الشغل تجيب المصيب الحلو انت اذا ما تبغى انك تتزوج من بيئتك فاغير محيطك الاجتماعي مش معنى انه نقطع علاقاتنا مع العائلة ولكن اطلع اشتغل اطلع اتعرف على ناس جديدة اطلع انا اتعرف على صحبات جديدة احاول اني اغير من طريقة العيش حقي او اغير من افكاري السلبية واطلع من البيئة اللي انا فيها حتى لو كل مرة شوي شوي ستيب باي ستيب طبعا لانه هنا مية في المية من عند كل اصحاب اللي اختاروا هذه القراءة كلكم ما تريدون انكم تتزوجوا من نفس محيطكم مكرهين وقاعدين في هذه الوضعية وانتم غير راضين على نفسكم طيب لا تبكي يا عملي لا تبكي لا تبكي ربي بيعوثكم شوفوا عندكم عوضوا جبر خاطر وعندكم استشفاء بسم الله ما شاء الله رح يكون عندكم استشفاء ورح يكون عندكم ربي رح يعوثكم ويجبر خاطركم عندكم عدالة للناس اللي ظلمتك للناس اللي تكلمت عليك للناس اللي حكت ورى ظهرك والله ثم والله انه ربي رح يعوضك يا حبيبي. ربي رح يعوضك. لا تبكي. لا تبكي على ما ضاع ملك. ليس لك. كل ما ضاع ملك ليس لك. باذن الواحد الاحد ربي بيعطيك ما يرضيك. عندك نظر يا صاحب هذي القراءة طلع نظر. عندك نظر طلع صدقة. عندك حاجة طلحها. عسى تنفك العقدة اللي عندك. مشكلة ان عندك عقد كبيرة وكثيرة. جايك الشخص اللي انت تحبيه. ما بقول لك انك بتتزوجي عن حب يعني كقصة كبيرة وكذا. لكني اشوف انها قصة جميلة وفيها تفاهم. باذن الواحد الاحد. رح يكون فيها تفاهم. عندك شخص انا اقول لك. انت ما رح تتزوج من نفس البيئة. ولكن يا بنات. ترى الشخص اللي بيتقدم لك انسان محترم جدا مثقف جدا. احتمالية البعض منكم انكم تتعرفون عليها عن طريق السوشيال ميديا. عن طريق السوشيال ميديا. يشوف صورتك. يشوف بوستاتك. يشوف مدري انت وش قادة تنزلي. ما ادري انا حسابك كيف. او انه. يقابلك في سفرة. نتعليع لي كرت السفر. اوكي. او انه هذا الشخص بيشوفك في طريق عمل. ثلاث امكنة. ولانه القراءة عامة لا اقدريني احصرها. طلعت لي هنا ثلاث احتمالات. ستتزوجين من شخص اما تتعرفين عليه عن طريق السوشيال ميديا. او مواقع تعارف. او بتتعرفين على هذا الشخص عن طريق عملك او بيئتك العملية او المهنية. او انه عن طريق سفر. تمام? بعد ان تنتظرين في شرك حياتك المناسب. ابشري يا عمري. بالخير والسعادة والسلام. الشخص هذا رح تتوافقين معاه فكريا عاطفيا ماديا جنسيا حميميا. ايش تبغيين روحيا طاقيا بتتوافقين مع هذا الشخص. مش معناته انك بتحبيه بس رح تحسين معاه بالامل والامان والسلام والحنى والاستقرار النفسي. ما رح تحسينها لعوب. ما رح عندك طاقة استشفاء. انا شوفوا اصحاب هذه المجموعة. رغم اني ما قلتها في المجموعة رقم واحد. لكن اصحاب هذه المجموعة بما انكم عندكم شوية عرقي. فانا بسوي لكم ديسكانت خمسين بالمية للناس اللي بتجيني من هذه المجموعة فقط. تمام? اه خمسين بالمية تنظيف طاقة من كل الطاقات السلبية يمكن عين حسد. اي حاجة تعطلك بتتنظف الطاقة. بتتنظف باذن الواحد الاحد. بتتنظف وبتتيسر امورك. بتتزوجي. شيلي الطاقات السلبية اللي عندك. شيلي الافكار السامة اللي عندك. هاولي انك تغيري طريقة تفكيرك. وانظري الى الحياة بالشكل الايجابي. الشخص جايك. هنا اصحاب القراءة هذي تقولي انا مليت من العزوبية. مليت انا من حياة السنقلة هذي. ابغى عيش حياتي. ابغى استانس. ابغى مبسط. بس ما لقيت. طيب ما لقيتي خلاص موتي نفسك. تقعد تبكين معلش. لا يا عمري. فيك عندك استقرار. بيصير عندك ساعدة. بيشال البلوك اللي عندك. رح تغيرين الكثير من الاشياء عندك. رح تغيرين الكثير من الاشياء في حياتك. رح تحتمين بهذا الشخص. رح تحتمين بهذا الشخص. رح يكون سندك وظهرك. وحمايتك وعزوتك. باذن الواحد الاحد. رح تكوني شخصية قوية. التعب النفسي هذا اللي انت فيه. والمرض والتعب والقلق والوحدة والبكاء. المفاجئ. كلها رح يروح. بإذن الواحد الاحد. كلها رح يروح. عندك حفلة. عندك فرحة. سبحان الله من احسن الكروت. رح تعيشين الفرحة مع هذا الشخص. رح يكون كريم ومعطاء. وانسان طيب جدا. ورح يكون إنسان محترم. ويكون إنسان كويس جدا. وإنسان شو فيه. كارت الهدايا والكرم. كارت الفرصة الذهبية. ورح تعيشين تفلي أمها. رح تفلي أمها. التعب الضيقة الكوابيس لهذه كلها عندك. رح تروح. أوكي. سيفن أوف كبس. سيفن أوف كبس. من أروى الكروت. عندك خير وفرحة وسعادة. أنظري إلى حياتك بالشكل الإيجابي. أنظري إلى حياتك بالشكل الإيجابي. وعسى وعندكم سفرة مؤكدة جدا. مؤكدة 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 نعم. طيب. عندك فلوس جايتك وعندك استقرار مادي. ورح تلاقيين الناس كلها ضدك. وحاول إنك تبتمي فرحتك وأسرارك. عسى ربي يغير أقداركم. عطيتك عندك استشفاء بإذن الواحد أحد. جايك الشخص أنا عطيتك مكان أو طريقة كيف تجدين شريك حياتك. خلينا ناخد ديتيلز عن ما هي طلعت للقراءة ما هي حاج مواصفات الشريك. فأنا رح أغيره عنوان للفيديو بكل صراحة. إنسان بالنسبة لشغلة. شغلة. شغلة حكومي. وشغلة رسمي. وإنسان يبي استقرار وحياة. رح يفاتح أهلك. يكلم أهلك. وبإذن الله ما رح يكون الموضوع مرفوض. بالنسبة لأصحاب هذه القراءة يمكن إنه زواجكم على الالفين واربع وعشرين. لكن القرد يشغل صادر بتتعرفون عليه السنة هذه. إذا تقوليني متى في ظرف العشرة الأوقات الجاية. يمكن بعد عشرة أيام جاية. يمكن شهر عشرة. بتكون في عندكم شي رسمي لكن كزواج زواج زواج على الالفين واربع وعشرين. يمكن احتمالية تحسين بالسعادة. ربي رح يشبر خاطرك ويعوضك وتفتح قسمتك. وتتزوجي. ولكن فعلا تبين ترتاحي بتعدي عن محيطك. معلش. ما قلنا نقطع بحصلة الأرحام ولكن فعلا أنت فيك تعب. فيك تعب. ممكن أن أنت أنت إنسانة متفائلة ولكن في وسط عائلة متعبة. نيو لوف ترو لوف. أوكي. بتطلع بإذن الواحد عندك مراقبات وعندك ناس حازتك وعندك ناس تنظر في نعمتك وعندك ناس ما تحبب لك الخير. لكن بإذن الواحد عندك تغييرات كبيرة. رح تأسسي عائلة وأسرة جميلة جدا. وأشوف أن عندك استقرأ في حياتك الأيامات الجاية والأشهر الجاية. عندك خير وعندك يعني تغيير كلي لحياتك. أو تغيير جذري لحياتك. السعادة قادمة لك يا عمدي. ولكن اسعي لها. نحن نسعى عشان نسعد. ونسعى عشان نرزق. ولو إنه الرزق بيد الله. ولكن نحن نسعد. نسعى لنسعد. نحن نسعى لنسعد. فاسعي لسعادتك. ولا تكتفي يديك وتقولي من وين أنا يا حسر ما جان يا حد. يا عمري أنا قلت لك ننظفي طاقتك. حبي نفسك. فكري بالطاقة الإيجابية. خلاص كفي عن اللي الطاقات السلبية. وكفي عن البكاء. ربي رح يعوض إذا كنتي اتخمت في يعني عشت خيانة في علاقة سابقة أو تعب أو قلق أو أي مشكلة. أنا شايفة إنه عندك ربي رح ينصرك على أعدائك وناسك واللي تكلموا في ظهرك وقدامك وراكي. عسى ربي ينصركم يا أصحاب المجموعة رقم رقم اثنين. وشكر لكم. الله يسعدكم يا رب العالمين. وأسأل الله أن يرزقكم الخير والسعادة والهنى. والله يتمم الأموركم على خير يا رب. وشكر لكم وإلى اللقاء.